عدنا عدة أمور يوفرنا الweb application اللي من خلال قلنا فوائد الweb application راح نتصفحهم بالسلايدات القادمة قلنا بسهول لك اما بسهول وصول من خلال أنه لا يحتاج المستخدم مجرد أنه يحتاج المستخدم لا يحتاج منه أن ينصب القي permettهوئ وشأarme البسواب المال ؟!!! مجرد مستخدم البسواب العديد ما يستخدمه tills الPERتد معها المستخدم JinGood fps هو زي محتاج دعي فائل كل المستخدمة طرن content لكنه يستخدم متصلنا على مستخدم طرن ذاك فقد قد يستخدمها الامباع بمسجرة الجديدة أكو عدنا فقط بعض الأحيان يصير يحتاج مرات فقط هالبر أبليكيشن نحتاج أو بلاجن موديولز such as Adobe Flash, Java, Microsoft, Silverlight and so forth to access all or part of the web application يقول مرات نحتاج يعني بلاجن موديول مثلا هذا في حالات خاصة أو في البرنامج معين من خلال البلاجنز تكون متوفرة يقول هذا اللي هو الـ Ease Access Moreover because both applications and information are stored on the servers of the application providers and not on user computer users can access web application from almost anywhere as long as the computer they use has a web browser and internet connectivity يقول بعد شنو اللي بيه يقول بما انه البرنامج مخزون على السيرفر يقول فما يحتاج من الـ user انه ينصبه على جهازه مجرد شي سوي مجرد انه بأي مكان هو موجود به مجرد انه عنده اكسس للانترنت وعنده براوزر راح يقدر شي سوي راح يقدر يوصل للبرنامج حسنًا 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 على الجوجل دوكس ويبدون يتناقشون عليها وإلى آخره أو من خلال الزوهو أيضا اللي هو يطينا نفس ترتيب الجوجل دوكس طبعا أنتوا تدرون بيانا بالنسبة لي عندي وجهة نظر حول موضوع استخدام هذه البرامج المجانية اللي هي بيها كثير من الأمور اللي تنتهك خصوصية المستخدم وإلى آخره من الأمور الأخرى اللي احنا في غنى عن ذكرها بهذه المحاضرة سهولة بالتطبيق يعني شنو ويقول الحلو بموضوع الweb application إنه نقدر إنه نطور عليه نحدثه نديمه بدون ما شنو ما المستخدم يسوي install و reinstall شوف حضرتك قد تستخدم برامج لما تستخدم هذا البرامج على ساعة شي يقول لك يقول لك يقول لك أكو update أحذف هذا ونصب النسخة الجديدة أكو مشكلة بهذا الأصدار بالweb application ما كو تشيب من نسأل اليوزر نقول لك احنا عدننا احنا حدثنا احنا كذا الموضوع هو مباشرة هو قدامه تصير الواجهة اللي هي الup to date أو الآخر تحديث اللي سويت A related advantage of web application is that they can perform as specified regardless of the operating system on the computer بعد لتلاحظ البرنامج سمرة تنزل البرنامج ما منتبه له يقول لك هذا البرنامج تنزلته 32 bit للوندو تلوندو ما تك 64 bit لو نزلته يقول لك لا هذا ما linux ما لوبنتو مو ما لوندو او هذا للمك فالapplications كل application يصير لازم dedicated أو يشتغل compatible ويعمل ويالplatform ويالoperating system platform فلازم يوافق الoperating system بينما بالweb application ما عدنا هذا الشي وارح طلاب they can be built once and deployed to almost any user rather than creating separate version of application for microsoft windows macintosh osx gnu linux and other operating systems اللي هو نفس اللي احنا حجينا غرش قليل trend user based there will be growth and wide spread adoption from 16 million users in december 1995 to almost 1.5 billion users in june 2008 هذا عدد المستخدمين للانترنت من 16 مليون الى 1.5 billion تلاحظ طبعا على مستوى العالم بال2018 او على مستوى الوطن العربي تلاحظ عدد الـ users جقد للانترنت البحرين تعدادهم مليون وخمسمية وكذا تعداد مالتهم مليون وخمسمية وستوى وستوى الف الانترنت usage جقد عدد مليون وخمسمية وخمسة وثلاثين هذا هنا تلاحظ بالعراق احنا عدنا تسعة وثلاثين مليون حاليا او مو حاليا بالالفين وثمون عدنا تسعة عشر مليون طبعا سبا عشر مليون من هم شنو هم فيسبوك users such as home back forward bookmarks hypertext links submit buttons and so forth بسبب هذا الازدياد للعدد الاليوزر اللي يستخدمون الانترنت الناس ادنى اللي هو يستخدم هذه الخدمة او يستخدم يتصفح المواقع الانترنت راح تكون عنده شنو راح تكون عنده هذه الامكانية انه هو familiar هو يقرف شون يستخدم المتصفح اوكي بما انه هذا العدد الهائل من الناس اللي يستخدم الانترنت فالووب ميحتاج تنصيب مشاكل التواصل وطريقة الاستخدام تكون اقل من ال applications الاخرى يقولوا اغلب الweb application يما تتوفر مرجانا او او يصير ادنى يكون بيها شي يعني تجريبي مرجاني نقدر نستخدم challenges to design of to design interface for web application despite these benefits بالرغم من هذه الفوائد and increase use designing interfaces for web application remains difficult يقول مع ذلك تصميم الواجهات الخاصة بالweb application نوعا ما صعب challenges in creating usable interaction يقول يعني يكون شون تخلي طريقة الانتراكشن التفاعل ويا ال application اللي انت حضرتك سويته يكون usable يقدر يستخدم armania related to the underlying loosely coupled web architecture a limited set of interactive controls natively support in web browser and lack of design guidance as how user interact should be implemented يقول هذا الشي هو بسبب ال web architecture و limited set of interactive controls اللي الweb يستخدم ها طبعا هنا يتكلم عن الweb version 4 HTML version 5 كثير من هذا الامور يتكلم عن تجاوز ها loosely coupled web architecture an important challenge faced by web application designer is caused by loosely coupled or stateless الذي هو شنو stateless من يذكر بي من الذي ذكر بال stateless شنو ما صير أن سنة أقل ها طلب stateless شنو 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 الweb وهو موضوع ما يبقى persistent connection الconnection اللي بي هو عبارة عن دكتور عفو مني ساوي مني ساوي مني ساوي بالضب بضب يفصل عن استوفر السؤال فما يبقى عندي ما يبقى عندي اتصال ما كو persistent connection الconnection معتي هو stateless أو يسمي هو loosely coupled زين مستشف مني المستشف ؟ عدد مني مستشف تساوي مستشف لتصبح إذا كان هناك مشكلة بإسترجاع هذه الصفحة أو البيانات راح أفقد أنه الإمكانية أنه تظهر لهذه البيانات إذا كان هناك مجرد أنه سلمني الصفحة استلم هالمتصفح ماتي راح أفقد أنه لدي هذا الكمنكشن عندما يقوم بإسترجاع البيانات إذا البيانات سوى طلبات متتابعة الكمنكشن يتم تقوم بإسترجاع البيانات حتى يتم تقوم بإسترجاع البيانات قلنا بإسترجاع البيانات التقوم بإسترجاع البيانات التقوم بإسترجاع البيانات تقوم بإسترجاع البيانات تقوم بإسترجاع البيانات تقوم بإسترجاع البيانات كلا تقوم بإسترجاع البيانات مثل بإسترجاع البيانات كاليزر كاليزر كائنة أجد طبعا كل هذه الافتراض سبق وان اشرنا انه هذا يتكلم هنا عن الورجين 4 ليش احنا خلينا الورجين 4 ما حيشين عن الورجين 5 هنا ننطفق فى المشاكل اذا اشوفك انه الورجين 4 شنو المشاكل اللي شانت به فلما ننتقل الورجين 5 راح نشوف كثير من الامور كثير من هذه المشاكل اللي كانت موجودة اصلا في الورجين 4 تم تخطيها بالHTML 5 انكوانسسطين انتراكشن approach بوث الانتراكشن الاركتكتر ومشاركات المستخدمة ومشاركات المستخدمة مستخدمة 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 لتخطيها بالواب ايضا بسبب انه الالتراكشن الاركتكتر اللي موجودة بالواب والليمتد كنترول اللي هو يطينا محدد على طريقة التفاعل مع الابلكيشن مقارنة بالدسكتوب اللي هو يدي كل الامور متاحة واغلب الامور اكدر استخدمها اللي هو مستخدمة مصمم حتى يكون على المتصفح فما نقدر نقارنة او ما نقدر نشوفها بنفس الطريقة اللي نشوفها على كل انظمة التجريل مثلا تابز مك انتوش او اس اكوا انترفيس او فيجولي كويت different than the تابز ميندوز فيستا انترفيس بهذا الشكل يعني شوف هذا مثلا الخصائص ما للصفحة هي نفسها لما افتحها بالمتصفح اللي او افتحها بنظام التشغيل ويندوز غير ما افتحها بالماك اوكي فتختلف التابز تختلف الى اخره فهي ايضا من الامور اللي تختلف عندي من نظام تشغيل الى نظام تشغيل اخر ويبسايت ويبايتج هناك مختلفة بين ويبايتج ويبايتج الويبسايت او فقط مجموعة ويبايتج التي يحدثون ان تكون موضوعاً مع احداً عبرتقس الويبسايت هو عبارة عن اكثر من مجموعة من الصفحات ليس صفحات غالها انت حسنا؟ بي بي كومبلكستك اكثر بي تفاصيل اكثر حسنا Studium of web application الي هو شنو؟ It's something that's more than just the website يعني نحنا نقدر نتصاعد مننا احنا عدنا الويب بيج اللي هي صفحة انترنت يفد معلومة معينة صفحة معينة عدنا الويب سايت اللي هو يكون اكثر اكثر كومبليكسيتي يعني بي توابيت مثل ما نقول بي طريقة البناءة بي معلومات منظمة بطريقة معينة فيكون اكثر من هو عبارة عن ويب بيج بسيطة بي هدف معينة حتى أسوي هذا الويب سايت حتى الناس تتصفح وتوصل الى معلومة معينة وتوصل الى بي كيان بي تصوكيتي الويب بيكيتيشن يقول هو اي شيء لولا عدن الويب سايت فهو اعلى بعد من الويب سايت انها تطبئك صفحةier اسططا اتعرفي الكلائن بيكيتيشن يستخدم الوبراؤزر يستخدم الوبراؤزر كمهما المساعدة المساعدة ويعمل بعمل مجتمع البرنامج بمتعار البرنامج على البرنامج أو الانترنت قلنا مو إلا البرنامج لا يكون موجود على الانترنت مرات ش أحتاجه؟ أحتاجه بشبكة داخلية انترنت ويقول الويب سيبلي ديليورز كونتنت فرو مستاتيك فايل ويقول الويب سيبلي شي سوي يوفر لي بيانات ديناميكية يعني متغيرة مخصصة بناءً على شنو؟ بناءً على رغبة أو متطلبات البيانات مستخدم تايلورد كونتنت حسب الشخص يعني أنت تدخل إلى مكان معين تدخل إلى موقع معين تطلب بيانات خاصة أو تحدد أمور معينة رح تظهر لك غير النتائج اللي زميلك اللي راح يختار ويطلب الطلب يسوي هذا الريكوست من السيرور بعد تراكت يوزر بيهيفير حسنا؟ حسنا؟ تراقب شنو؟ تراقب سلوك المستخدم وبعد أنت سيكوريتي كونسدريشن وأكو أمور إلها علاقة بأمنية البيانات حسنا؟ أكو أحد عنده سؤال عيني؟ محاضرتنا انتهت إن شاء الله اليوم إذا أحد عنده سؤال طبعا محاضرتكم موجودة على انتبهتوا لها أو لا معرف موجودة على على المودل تقدرون تنزلوها أكو أحد عنده إشكال بدخوله المودل طلاب ترجمة نانسي قنقر